مدير عام الإدارة العمل المباحثي والأدلة الجنائية أنه تم القبض على 15 من العناصر التخريبية التي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مسيئة في قرية المالجية أثناء إحياء فعاليات موسم عشراء بهدف إثارة الفوضى والتخريب موضحا أن أعمال البحث والتحري أكدت أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تؤويهم إيران وفي مقدمتهم عناصر تنظيم الرابع عشر من فبراير الإرهابي والمقبض عليهم هم أحمد عبد الرسول خميس موظف أمن عادل عبد الواحد درويش عامل عبد الله عيسى درويش عامل علي نبيل مهدي عامل مهدي علي جعفر عامل محمد يوسف نوح عاطل حسين عيسى علي عامل صادق جعفر عبد الجبار عامل علي حسنين حمزة طالب حميد أحمد عبد الوهاب عاطل أحمد محمد علي عاطل حبيب مكي علي عاطل قاسم عبد الرسول كاظم موظف أمن السيد حسن سعيد طالب عبد الله جمعة حبيب عاطل وأضاف مدير عامل إدارة العامل المباحث والأدلة الجنائية أن التحريات أشارت إلى أن هذه المجموعة التخريبية كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية تعود إلى فبراير عام 2018 ونوها إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة وأشار مدير عامل إدارة العامل المباحث والأدلة الجنائية إلى أنه سيتم التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي